اشتركوا في القناة والبناء على الانجازات والارقام التي ذكرت في اجتماع مجلس التنمية الاقتصادية مؤخرا لان الاعداد المسبق للمرحلة المقبلة سمة للطموح والاستمرارية ويمكن هذه اول مرة البحرين تقدم برنامج اقتصادي متكامل اهم شيء في النظرة يعني مفهوم التقدم الاقتصادي فالثلاث مبادئ اللي سمعناها اذا حققناها حققنا الكثير في موضوع النمو الاقتصادي منذ اطلاق رؤية البحرين الاقتصادية في عام الفين وثمانية استمرت مملكة البحرين بالسير في طريق تصعدي في تحقيق العديد من المنجزات والمكتسبات التي جعلتها محط انظار العالم في تجاوز العديد من التحديات فرؤية البحرين الاقتصادية الفين وثلاثين جاءت لتواكب طموحات جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وشعب مملكة البحرين لانها رؤية وطنية في جوارها فقد تم عداد الرؤية الاقتصادية الوطنية التي تطمح بان تكفل لكل بحريني بعد الاتكال على الله بعزيمة منه جل شأنه الامن والاستقرار والعيش الكريم والاحساس الصادق بالعدالة وبتعميم النزاهة منهج تقوم عليه نهضتنا التي تكفل لنا كل مبررات المنعة والتغدن ومنعطفا تاريخيا في الاستمرار بمسيرة الخير والازدهار المباركة ومع اقتراب انجاز الرؤية جاء اجتماع مجلس التنمية الاقتصادية مؤخرا مؤكدا على ما تم انجازه في مملكة البحرين منذ انطلاقة العهد الزاهر لجلالة الملك المعظم وبعد ميثاق العمل الوطني حيث اشارت الاحصائيات بالارقام والنتائج عن ما شهدته المملكة من تطور ايجابي منذ عام 2002 الى عام 2023 وبما ان الاعداد المسبقة للمرحلة المقبلة سمة على الطموح والاستمرارية وانطلاقا مما تم تحقيقه من المستهدفات وبتوجيه كريم من جلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه فقد وجه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بالبدء في اجراء مشاورات لصيقة رؤية البحرين الاقتصادية 2050 هذه المشاورات وبتوجيه من سموه سوف تكون مع السلطة التشريعية والقطاع الخاص والجمعيات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني وذلك في اطار الحرص بان تعكس الرؤية طموحات وتطلعات المجتمع اي ان النهج الذي ارساه مشروع جلالة الملك المعظم الريادي لازال مستمرا ويؤكد ايضا فلسفة قيام كافة المكونات بدورها في نهضة الوطن وعلى ان يستكمل عمل المشاورات باطلاق رؤية البحرين الاقتصادية الفين وخمسين قبل نهاية العام الجاري سوف يبقى طموح فريق البحرين بتحقيق الريادة للمملكة مستمرا لان الفريق هو كل عنصر في كل موقع يرفض مسارات التنمية ويسهم في الارتقاء بالوطن ولان عمل الجميع باقم بروح الفريق الواحد فريق البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر